أهلا بكم مشاهدين الكرام لعدد جديد من برنامج شخصية ومسيرة على مدى الحلقات السابقة من هذا البرنامج استضفنا الدكتور عمر بن عيشة تكلمنا على اللغة العربية واللغات الأخرى وما مدى الصراع وكذلك ما مدى تجاذبات هذه اللغة بقدر ميزان حضارة ترتفع أو حضارة أخرى تزول وتندثر ولا تبقى أساسا في هذا العدد من البرنامج وعدناكم بأننا سنفتح صفحة جديدة من صفحات اللغات والصراع عن ذلك وما مدى كذلك انفتاحها على العالم هل اللغة الجزائرية أو العامية على الأقل أو الدارجة هل هي مقبولة لدى العالم الآخر أو يمكن أن نجعلها لغة اتصال بيننا وبين العالم الآخر ما مدى رفعة التكنولوجيا أو مفهومها على الأقل عند من يريدون أن تدرس العامية أو الدارجة في المدارس الجزائرية أهلا بك سيد الدكتور أمر بن عيشة شكرا مرحبا الدارجة الجزائرية والعامية الجزائرية بيني وبينك لم نتفق عليها بيني وبينك أنا ما عرفتها وأنت ما عرفتها يعني كيف نستطيع أن نتخذ هذه الدارجة كميزان أو كمعادلة اتصال بيننا وبين العالم الآخر نحن دائما كنا نقول بأن هناك اللغة وهناك الدارجة دارجة كما قلنا سابقا ابنة بيئتها أو ابنة عرشها أو ابنة دوارها يعني مايش مثل اللغة تكون لغة اتصال بشكل واسع وإنما تكون بشكل ضيق أيضا هناك دارجة أخرى أو لغة أخرى من لغات التي تكون أصيلة مثلا كما نقول مثلا الأمازيغية الأمازيغية بإنواعها يعني مثلا فيه مفردات في الترقية لا نجدها في الشاوية لا نجدها في تشلحيت لا نجد مثلا بعض المفردات مثلا في بلاد القبائل لا نجدها في سبدو لا نجدها في المبيض لا نجدها في على مدى تغير الإقليم أو البيئة على الأقل لأن المصطلحات كل إنسان يولد في بيئة يستعمل ما ورثه من إجداده أو من أبائه في ذلك المكان مثلا واحد مربي للإبل لما ينتقل من مكان إلى مكان مثلا مربي للإبل في الجنوب يعرفنا كل لهجات الجنوب كيف أنت رجل باحث وكاتب وتكتب كيف بدأ الصراع في الجزائر حينما أراد الرئيس بومديان أن يعرب كل الجامعات الجزائرية وحينها كان علي كافي وكذلك عدة رؤساء كان يريدون أن تكون العربية توثيقا وإدارة ولهجة ولغة وتدريسا وتكنولوجية بالنسبة للتعامل الرسمي في الجزائر أتركني من التعامل الرسمي لا لا أستعمل أنا لا أعلي بالرسمي الإداري وإنما أعلي برسمي آخر في المجل العملي مثلا لو تروح السعيدة يعني من الجزائر العاصمة إلى غاية سعيدة أو لغاية تيارة يعني بعد تيارة وسعيدة وبعد تبسا والمناطق يعني لغاية الهضاب أو الحضاب العليا أو الشمال الصحراوي لغاية السبعين كل الوثائق المدونة في المحاكم التي يقال لها الآن نوتار كلها كانت باللغة العربية عقود الزواج عقود البيع والشيرة الفريضة النسب كل هذه الأمور مسجلة باللغة العربية يوم ما خرج قرار لإلغاء تلك المحاكم التي كانت تسمى بالمحاكم الشرعية يعني ما نشر المحاكم الشرعية تأسباه إن محاكم الشرعية فأدخلت اللغة الفرنسية يعني ما عاجزت عنه فرنسا في التوثيق داخل المحاكم أدخله الجزائريين وهذه الظاهرة يعني هي ظاهرات تسير بخلفية سياسية إلى الآن يعني حتى هذه الزوبعة عندما ترى إلى الإدارة الجزائرية اليوم فيها عربي وفيها فرنساوي ولكن في كثير من الأحيان كل التوثيقات الموجودة والمؤرشفة الحقيقية هي مؤرشفة فرنسية مش مؤرشفة عربيا لا في الفترات السابقة اليوم هذه الظاهرة اليوم فيه شهادة ميلاد مثلا لأبائنا وأجدادنا وكذا لازلوا بالفرنسية لا لا والآن لا الآن الإدارة الإلكترونية غيرت غيرت الآن مثلا أنت معلبي ليش أنا يعطيني أحدهم بطاقة تعريف في سنة 2014 يعني خرجها من ولاية بو مرديس مكتوبة باللغة الفرنسية أنا تعجبت كان هذا كان سابقا أو داعا 2014 يا سيد 2014 نعم قبل أن تعمم ما يسمى الفيشي ناصونال يعني تعلق البطاقية للحالة المدنية الآن تروح لأي بلدية يعطوك شهادة الميلاد بالعربية لأن الإدارة الإلكترونية فرضت نفسها الآن إذن الإدارة الإلكترونية هي أقوى من الإدارة التسير يعني هي الإدارة الإلكترونية إشارة للحروب اللغاوية المدمرة التي ستحدث ما بين حسب بعض الخبراء ما بين 25 و 39 أو 45 يعني 2039 ربما بمناسبة الحرب العالمية الثانية ستحدث حرب عالمية إسبابها اللغات لا بيترول ولا معادل ولا بشر فالآن مثلا فرنسا لماذا تشجع الآن فرنسا تبحث عن جزائريين شكل روح يقاجي يتعلم اللغة الفرنسية حتى يموت من أجل اللغة الفرنسية مثل ما فعلت بالشباب الجزائري في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثاني الآن فرنسا تبحث الآن لحد الآن الغدوة ما نوع الحرب التي تقودها حرب اللغات إنها فرنسا على بينها أين تقود حرب اللغات مدام أنه عشرين مليون فرنسي في وسط فرنسا يبحثون عن لغتهم الأم الغير الفرنسية أساسا هذا المشكلة الداخلي ولكن هذا لا يدافعنا على لغة باريس لا يدافعنا لغة باريس ذلك العشرين مليون ما تدفعش على لغة باريس دفع على لغتهم بينما أنا يعني تحاول بقى ماشي يناي بلك أولاد أولاد ينصي جامي من هذا الوقت تحوص تديهم ميقاج وعندها بش يموتوا على لغتهم هذا السراح هذه معادلة قد اتفقنا وأنت عليها لماذا لأنه لما يكون عدنا فقط نحن في الجزائر 28 ألف باحث جزائري يدفع لهم بالملايير بالعملة الصعبة من أجل أن يتكونوا في الجامعات الفرنسية وتدفع المنحة شهريا في نفس الوقت المنحة التي تدفع إلى الدول العربية لا تدفع شهريا لا يغرّك العدد لا يغرّك العدد مثلا 2845 كتب أحد الجنرالات لفرنسا كان كتاب يقول له في كتاب موجود يعني تحب تبحث عليه تقرأ تلقاه وش يقول للفرنسي يقول لهم لأن هذا الوقت كان فرنسا تتباهى باستعمارها الجزائر وقول لي رأي فرضت لغتها ودب الراس هذا الوقت وش كان تبدير كتب هذا الضابط الفرنسي كتاب موجود إلى الآن طوي على 1845 وش يقول يقول يا الفرنسيين ليركم تحتافلوا بوش درتوا في الجزائر إذا لم تحتاطوا فإن الجزائريين سيستعمرونكم حذاري هذا هم كتبوا هذه فرضية مستبعدة نوعا ما هم كتبوا حقيقة ولكن فرضية مستبعدة نوعا ما غير مستبعدة الآن فرنسا لم تقدر مهما كانت حتى ولو إتباعها في اللغة يعني ما يشقلت وطنية وطنية لكن هناك منظومة حكم لم تتمكن من ترجمتي ثلاث كلمات ما قدرتش ترجم الفيسبوك لحدا أنا نسناو ما قدرت ترجم تويتر ما قدرت ترجم فيبر ما قدرتش ولا فيبر ما زالوا هم استعملوه لحد الآن زيد نقولك حاجة واحدة أخرى ولكن هذه مفردات وتسمية إنجليزية لا لأنها تقول لنا لغة قوية تترجم كل ما أنا يدخل إليها هي راي تقول لما شي أنا نقول هي راي تقول هاي يقول لا ترجم علي بأننا نفهمها هني نزيدك حاجة واحدة أخرى خلني نزيدك حاجة واحدة أخرى حتى في اللغات حتى في اللغات بلو ماسكيلة في ميناء الفرنسيين حتى 2004 كان يقولوا مثلا جيمرا وزيرها كما وزيرتنا هذه ووزيرتنا القرار رب يطول في عمارهم ويحفظهم من هذه المشاكل كانوا يقولوا مادام لومينيستر هذي غير دوميلكات حتى دوميلكات عاد فطنو وراح وجابوه واعتقد أن جزائرين لدخله بس كذلك غير خدمتهم هوم وش ولو يديرو داروا واحد دل هايسوساكا ولو يقولوا لامينيستر هذي تال دوميلكات بغير انتر لفيميناء الماسكيلة ما زل ما ما تفهموش ويجين دي تقول اللغات تديك بعيد وين تديك ما رايحش تروح 600 مليون يتحدثون اللغة الفرنسية لا سهي تقول المنظمة الدولية للفرنكوفونيا تقول باللي عندي هنا 600 مليون هي تحسب عدد السكان وليس عدد الناطقين الناطقين 60 مليون 60 مليون مستعمرات أفريقية تقدر بالملايين الملايين من البشر يتحدثون يا سيدي أفريقيا مثلا عندهم اللهجة لا يدرسون بها يتكلمون بها لكن اللغة الفرنسية لغة رسمية بالنسبة ليهم في جامعاتهم الرسمي شيء الرسمي هذه قضية رسمية ومشي رسمية ودي قضية قرارات يجيك واحد سياسي يقال رسموه هذه ومعض يبطل بما يش قاعدة لكن أنا نحكي لك على اللغة التي تنقل الحضارات التي تنقل العلوم التي توصل الرسالة مثلا في المجال الإعلامي أنت فرنسا رهي مهبولة ودي لك تا فرنسفانتكات ودي لك مونتي كارل وتكلمة العربية ممكن كي يصال صورة سياسية هذا منطق سياسي المهم وصلة الدل العربية لأنها فيه ترتي ما كانت تكفر بالنطق العربي اليوم هاي دائرة قنوات يا سيدي أعطيكم معادلة بسيطة جدا النظام الألمدي مثلا هو نظام أنجلوسكسوني في أنجليترا يعني بدايته بدأت في لندن لكن الإشكالية أن هذا النظام يطبق بالطريقة الفرنسية وهي فرنسا في حد ذاتها استوردته من لندن من بريطانيا يعني فيه إشكالية حتى في مفاهيم دالة شوف قضية قضية هذه الأنظمة التي تدخل في الجامعات وكل مرة يظهروا بالشيء مثلا نحن الفترة لما كنا ندرس جامعات كنا نديره تلت سنين تلت سنين وطبق ما تفهموا له ومن بعد أنت واحد من المجموعة مثلا أنت قرأت في المعهد للعلم السياسي شوف الأطرحات القديمة وشوف الأطرحات الجديدة الجيل الجديد كل الأطرحات تعه مراجعها إنجليزية هذا في معهد العلم السياسي التماد إنجليزي لا لأن فرنسا ما عندهاش خبراء في علوم الاقتصاد عندها ثلاثة فرنسيس بالو وهذا ريمو آرون صحافي نظن كان في المؤتدين ووحد آخرين وانتهى الأمر تلت عباد بينما الأمريكيين 18 ثاني لما تقرأ المضمون المضمون لهذه وثلاثة ما تجيب والو ورايح تضيع تقعد تدي صفر عند الأستاذ بينما تقرأ شومسكي تدوخ شومسكي عدد دول لكن عدد دول استعمرت وخرجوا منها الاستعمار وهو قد يتعلم لغتها أساسا إلا الجزائر مثلا وبعض الدول الأفريقية استعمرتها فرنسية وبقيت فيها اللغة الفرنسية كما قلت لك في السابق الفرنسيين يفكرون مثل هذك اللي الدمراتو تولد في باريس هم يحاوسوا يخلوا منفذ لما يضغب يشتد عليهم الضغط داخل بلادهم يعني أخذ لأنه قلت لك فرنسا محاطة بلغات أخرى ما يشموهاش ما يهضرواش معها قاع فتلقى المتنفس فتحافظ على المتنفس وإحنا الجزائريين كما قلت قبلها في السابق لما يجيك جزائري مثقف قدامك عارف بالله رك تقابل في زوج غادي يعطيك وجه بلغة فرنسية فصيحة ومكرفت كما ندارنا ومن بعد عاوز أنت منهم هؤلاء أنا عارف لغات يعني ما مش مشكل لغات داري جو فيها بزيار ما مش مشكل معايا مهم نقدر أن نبيعه نشري عادي نقدر عادي مش مشكل تبيعه تشري في السياسات ولا تبيعه تشري اللي جات في هوية الشعب هي قليلة ما رأيك في بيع بعض السياسيين وشرائهم في هوية الشعب لا أحنان سبق لك في منتقهم في عدادهم في تقاليدهم في كل شيء ما كان شوى المطرحة أنت سؤال حول السياسة إذا كان أكاديمية شيء واحد آخر أما إذا السياسيين هذو حسب الطالب يعني جاء الزوبة نفس الوجوه في الميكانيك في السياسة في الانتخابات وين الدور تسيب غير هذو هذه زوبعة وانتهى الأمر واطمئن أن اللغة العربية هي سيئة ذات العالم والذي سيرفع هذه الرأي هم الأمريكيين ما كان توعد القرآن جل للمسلمين واللغة العربية والأمريكيين فيهم مسلمين تصور الآن زيدك حاجة وحدة الآن يتكلمون اللغة العربية يتكلمون من يعرف كتابة مش يغلق قضية الكتابة يقدر يبلغ بها رسالة يقدر يدير بها كذا كينت ثلثمائة مليون كينت ثلثمائة مليون هذه يتعاملوا بها بيعوا شراء إدارة رسمية غير رسمية ويصلي بها ثلاث مليار بينما الذين يصلون بها زوج ملاير الثنين مليار يصلون باللغة العربية هل هنا لأنه سابق لما قلت لك اللغة العبريتي والسريانية نعم فالآن ما كانش ليصلي بالانجليزية ما تقدرش تصلي بالفرنسية لم تحدثني على العصر الذي بدأ فيه السلع في الجزائر قبل الوفاق الوطني وخاصة لما قرر هوري بومديان أن يعرب الجامعات وقرر كذلك علي كافي بأن يعرب الجامعات دخل صراع مع الفرنكفوليين ومع الفرنكفوليين حدثني على هذا الصراع شوف تكنت من بين الناس موجودين عشتهم على كلها عشت الفترة هذه هو في الكل يعني من اثنين وستين إلى هذه الساعة الأمور السياسية والجدية والمصيرية على البلد تمشي بخلفية سياسية بخلفية تاريخية لأن الآن اللي موجودين في السلطة يعرفوا الناس اللي مقابلينه كل واحد يعني بالمفهوم اللي يفهم المستمع كل واحد الدولة الزائرية تعرف الملف التاعو كيف كان ماضيه وكيف هو الآن كيف كان بالأمس وكيف هو الآن فهذه الناس اللي يتحركوا يديروا هذه الزوائعة دستر كما قلت لك زوائعة خايفين لا يتبهدلوا ولكن الزائر كبيرة وعارضة سمحت الخوانات سمحت المندسين ولكن كان خطط حمراء فما زال هذا التيار لأنه هو في مرحلة الأخيرة لأن الجيل الجديد لا يعرفوا ماذا تقول لا يعرفون هذه السياسة اليوم أنا وقعت لي شيء أنا كنت على الوقت خدم في إدارة من الإدارة الجزائرية وكان عندي هاتف خط مباشر وكل آخر كان الزراري ذاك الوقت يغلقوا عليهم في الديور ويعطيه سؤال ويروح ويخليه الزراري هذك السؤال واش كان يديره هذي في ثمانينات يحكموا التليفون هذا ويزقي وينطاح الرقم ذاك هو كي ترد عليه يقول لك يودي أنني تلميذ في المتوسط وراي عندي قاضية في اللغة ولا في الرياضيات ولا في الجغرافية وما فهمتهاش يقول لك لا تصرحها لي وأنا كذا وكذا وأنا وقعت يشحان من مرة يعني بالصودف ينجاوبهم ونقول لها واش الدير واش الدير ويكتبهم كي يجيب أباه العشي يصيب كل جواد هذا كان ذلك الوقت أما الآن تكنولوجيا اليوم رأي عندك طابلات عندك قاضية عن الرياضيات يسأل على العبقري في العالم يتصل به ويقول له افتح لي هذه افتحها واتهى الأمر اليوم رأي في جيل أنت ما قادرش تمشي معاه اليوم المدرسة الجزائرية يعني المدرسة الجزائرية في حاجة الآن إلى طابلات كيف ما ذكرارك؟ دكتور عمر بن عيشة ستحدثني لكن بعد الفاصل إلى أين يذهب صراع اللغات في البلاد ابقوا معنا مشاهدين الكرام لكن بعد الفاصل نعود أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى سيد عمر بن عيشة كم من لي ما هي القصة الحقيقية للصراع الذي حدث فيه تعريب الجزائر بالأخص والآن إذا أردنا نتكلم عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر نعم يعني قبل أن نتكلم عنه أقول لك بأن في كل الدول العربية دارت قوانين فيه اللي يقول قانون حماية اللغة العربية يعني حتى الـ 2014 والقوانين ما زلت تخرج يعني من الستينات إلى اليوم في الدول العربية فكل الدول العربية دارت قانون يسمى بقانون حماية فيه اللي يقولوا حماية اللغة العربية وفيه اللي يقولوا تعميم اللغة العربية فإحنا في الجزائر ندار قانون لتعميم اللغة العربية نعم يختلف عن حماية اللغة العربية فالتعميم هو الأول ما ندار هذا القانون هو ندار في الإدارة والتعليم يعني قسمت مرحلة التعليم في الزهير من مراحل يعني الابتدائية المتوسط الثانوي في بعض المواد وبدأ ثم دخل إلى الجامعة بداية بالعلم الاجتماعية وبقى هذاك العمل يمشي وما زال إيه الآن يمشي لأن مثلا قبل أجبت لي قضية الألم دي قضية تأطير يعني تأمين استعمال اللغة العربية يخضع لجوانب التأطير يعني لا بد يكون عندك الأستاذ المؤهل ولا بد أن يكون المرافق للأستاذك الباحثيك المخطط إلى غير ذلك من ما يتطلب التعميم استعمال اللغة العربية إلا أن هناك شيء واقع من المشرفين على الطبيق القانون لأن في كل دولة من دول لا بد وأن يحترم القانون أولا واحترام القانون هي ثقافة حضارية ليس قضية سياسية فاستعملوا بداية من تعريب المحيط ونحقل ذلك الوقت يعني لما ندار تعريب المحيط فكانت ردود فعل يعني من وطنيين يعني تعريب تعريب المحيط تعريب اللافيتات تعريب هذا وأذكره يعني أنا ذلك الوقت كنت نروح للحقوق ففيه في لبيار كان واحد مجاهد عنده كوشة ثمة يعني مجاهد وطع في يعني ما فيه عنده مخبزة يسموها بولونجري بوبيلار فلما ترجمها يعني بخط جميل عربها لما عربها در الشعب المخبوز الشعب المخبوز الشعب المخبوز يعني هذه واحدة ثانيا كان وحدة آخر نظن ما زال إلى الآن فلما تروح مثلا شارع حسب أبو المولي تصيب ثانيا بخط جميل عربي أصيل تصيب شواي شباب شواي شباب شواي شباب لإن الآن هذا دليل عدم تحكم في اللغة العربية مش لعدم تحكم يعني هذا الشخص الذي ترجم كلف بتعميم اللغة العربية لم يرافقها بخبراء فهكذا لكن كان هناك إفشال حقيقي كان هناك إفشال حقيقي أو تكاد تكون هناك قناعة بالنسبة للذين كلفوا من أجل تعريب المحيط والجمعات بل لا يعربوها لما نقوله المحيط هو أي شيء تعربه لا بد أن توجد له الأطر نتاعه والمكان نتاعه ما هو شراجد يعني عندك مشكلة معي واحد ما يعرفش العربية تدي له قانون باش تنحيه لا نعم يروح يتعلم ولا ما تعلمش سيأتي الزمن أنا كانوا معي مسؤولين لا يعرفون العربي الظروفهم لا تسمح ولكن تعلموا عن طريق بنائهم وصبحوا يكتبوا باللغة العربية الآن مثلا تعرف عدة إذن ملعب ملعب لما يكون هناك مسؤول رفيع المستوى أو تكون له مسؤولية رفعة المستوى أن يدخل إلى مدرسة لي كي يتعلم لغة عربية إذا كان لا يعرف العربية لا إحنا قلنا في السابق الآن الآن في مسؤول لا يعرفون العربي لا يعرف اللغة هو أي شخص إذا كان في سنة 2015 شوف إلا لقيت شخص أمريكا تدرس اللغة العربية وجزاريين موصلين عربيين إلا لقيت شخص من مواليد خمسة وربعين يعني غير معني بثنين وربعين قبل الثورة من خمسة وربعين خمسين ثمانية وخمسين ستين تلس سبعين نطولوها حتى تلس سبعين يعني تلس سبعين إذا قيت شخص لا يتقنه ثلاث لغات أعرف بالله لا خير فيه هذه السجلها عنك شخصه لا يتقنه ثلاث لغات مهما كان سيني سيني هذه إلى السبعين نعم هذه من من الخمسين إلى السبعين هذه من لا لا من الخمسين من الربعينيات والواح ما عليش اللغة العربية على حساب الظروف أما مواليد بعد الستينات اليوم ولا يعرفونا ثلاث لغات فلا خيرة فيهم غير ما تعيش موقعك ما يفنش ولا يبدأ في مسؤولين في مسؤولين المسؤول الأجنبي يتكلم العربية وهو يتكلم له باللغة الفرنسية وهذه موجودة لا يغرك المنصب المنصبين دار بقرار واحد ما صار بش خدمة ولا صاحبي ليه بش تغلق عليه المكان تحطه فيغتر هو بذلك المرسوم يغتر يحسب روحه الحق يحسب روحه صل لا بينما العالم ويبقى عالم المسؤول يبقى عالم هل فيها المسؤولين يعني قادة كبار لا هو أصحاب قرار كانوا ما يعرفه وش العربية الآن يتكلمون بطلاقة وبأحسن من الذين يسترزقون لأنهم تعلموها تعلموها ويعرفون وهما صحاب نوفمبر جيل نوفمبر لأنهم يفكرون بوطنيتهم ما عندهم مش حاجة وحدة أما الآن قضية موقع نحن مثلا عشنا في طر الجامعية هل كان حلا هل كان حلا بأن تعرب الجامعات ويعرب التعليم ثم بعد ذلك يأتون بالمشارق لكي يدرسوا الجزيرين يأتون بالمصريين أشكدت الشرقيين من الستينات حتى السبعينات كانوا ظروف سياسية اللي جابتهم ليش ظروف علمية ليش ظروف علمية يعني حتى الشرقيين كنا لا نعرف شيئا يا سيدي من قال لك كنا لا نعرف شيئا خرجنا من الاستعمار خرجنا من الاستعمار لا نحن وجدنا لغتنا ما كانش عندنا إدارة ما أنا لش اللغة ما كانش كنا أميون ما نعرف ولا فرنسية لا عربية إذن حاجتنا بهؤلاء هي من أتى بالمشارقة ده لا قضية المشارقة هذا الشيء ظروف سياسية جاتوا تيارات سياسية يعني جريد أن تقول اتفاح جمال عبد الناصر مع بومدين وفلال نعم نعم بومدين كان ذكي كان ذكي واستغل هايمنة المشرقيين على الجزائر في المجال العلمي بالرغم أن هناك مصريين في مجال آخر متخصصين لكن في مجال العلمي كان في ذلك الوقت المشارقة متفوقين نعطيك مثال نعم فندق الأوراسي أو على الأقل نادي الصنوبر بنوه المصريين بنوه المصريين لا يوجد في العالم من مثله إلى القليل القلة ما بنوهش بالهادرة ما بنوهش باللغة بنوه بالخبرة بيصير بالهندسة لأن الأنجليز إذن في ذلك الوقت أنت لم يكن يوجد عندك سوى خمس مهندسين أو ست مهندسين لا لأن الأنجليز لم يفعلوا مثلها ما فعلت فرنسا إذن الأنجليزيين لم يفرضوا على المصريين لم يفرضوا على المصريين وعلى المشارقة وما قتلوهمش ما قتلوهمش من أجلهم لكن احنا تبرمدنا قتلت يقول واحد المصريين وهو يعني وهو يجعلها نكتة يقول عجبا نحن البريطانيين لما جاءونا علمناهم لغة الصعيد أي لهجة الصعيديين وأنتم الفرنسيين للجزائر لما جاءوكم علموكم الفرنسية وطمصوا لكم حتى العربي لأن الفكر الاستعماري يختلف من دولة إلى دولة يختلف من دولة إلى دولة الفرن البريطانية دولة عظمى إذن إلى متى يبقى هذا الفكر قومة تبع مثلا نحن إلى متى نبقى قومة تبع إلى هذا الفكر الاستعماري التدميري لا لنما لو قلتك بأن إنجليزية هي التي تسيطر لغة الإنجليزية تسيطر الأنجلو أمريكية يعني هي سيطرة على العالم بحضارة بعلم يعني التعلم بلمزيتك ولكن الاستعمال الفرنسي لا قتل هذا ما تخليهم شقاع يعني احتل الخلقة البشرية نحاوها ما كانش احنا اشعال قتلوا يعني من 1830 اليوم قريب 12 مليون هل يستطيع الفكر الإسلامي مثلا أو كما يقول البعض الإسلاموي أن يطبق فكره عربيا على أي مجتمع ما مثل الجزائر مثلا ما حدث في التسعينيات هل كان هناك نزعة حقيقية إلى اللغة العربية ما حدث في التسعينيات وهل الذين رفعوا شعار الإسلامي السياسي يعرفون العربية هل يعرفون العربية على الأقل طالبوا به يطلب شيء يطلبوا شيء ويتكلموا شيء آخر هذا هو النفاق بعيني يظهروا ما لا يرطن يظهروا ما لا يرطن وهل الذين رفضوهم مثلا يطقنون لغة من غير اللغة الفرنسية أي إتقان لأي إتقان اللغات الأخرى مثلا ماذا قدما الذين يعرفون العربية في منطقة الكلمة ماذا قدما خبراء اللغة العربية في التسعيني ما كانش لحد الآن تروح بس جيب كتاب ولا كذا ما كانش كان واحد يروح ينقل مع لبنش من جابوا واحد معنا ما كانش لا دراسة لهجة التسعينيات ولا عدد اللغة العربية الموجودة مع الناش صدقني نحن في الإعلام نجد إشكالية كبيرة في الخبراء والمهندسين المتيقنين سواء إعلاميا أو المحللين السياسيين المتابعين أو على الأقل المرشدين المثقفين يعني عندنا إشكالية حتى في موازين اللغة العربية حتى في الإعلام بحد ذاتها الإشكالية قد تجد من يكتب بالفرنسية يكتب أفضل ممن يكتب بالعربية لا 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 الكتابات لا الكتابات هو المشكلة ونوقع نحن عشنا من نظام الاشتراكي نظام الاشتراكي كانت فيه وعود أكثر من الواقع كانت فيه وعود أكثر من الواقع يعني الآن لو تتبع الخطب الرسمية لرؤساء الجزائر كان يقولوا لنا ذاك الوقت بأن في سنة الثمانين ستكون الدولة الجزائرية تنافس إسبانيا وإيطاليا أين نحن الآن هذا موجود مكتوب مكتوب ومصور ومنطوب كم بإمكاننا نفس هؤلاء نال فيه سياسة لأن النظام الاشتراكي أغلق الباب على المعارف ولا كتاب لحد الآن مثلا تروح ولا كتاب مثلا لحد الآن بس يبتيت تاب علمي كما سبق السابقين تروح الأطروحات في العلم السياسية أو في العلوم الطبية تسيب ترجمة دائما ترجمات الإنجليزية لا تسيب لغات أخرى يعني فرنسا حابسة حبستنا معها يعني نبقى غير إلا قلنا الشعر ولا الآدب ولا كشقصة هكذا خيالية تسمح لغتنا لا تنفع شيئا سوى الشعر تقريبا نوجهونا لهذا الجانب لأنه لسي نكون تكفر في التعريب لأنه طمصونة علميا يعني الثقافة العلمية التي نتخذها طمصونة لأنه الآن نروح لكوريا فقط كوريا كانوا ما يعرفوا ما والو بين ربعين والخمسين تشوف المستمع الكوري يا سيدي لاباس مضمون المال والبنوك اليوم والاستثمار اليوم كل فرنساوي لا علاقة له بالعربي بينما روح للبنوك الألمانية النظام البنكي الألماني إسلامي ماشي عربي كحل اقتصادي فقط كحل اقتصادي فقط المهم استعمل الفكر حنا المشكلة الآن مثلا تروح الوثاق لما تخرج الوثاق والكتبات الفرنسية الأكاديمية يعني اللي نقيا واشداروا الفرنسيين اللي ما جاوا لهنا سرقوا المخطوطات الكتب ما خلاوش وترجموها ترجمت في فرنسا باللغة الفرنسية إلا أن الأسبان والإنجليزيين والألمان بالتحديد يذكرون المرجع العربي الإسلامي في حين أن الفرنسيين لحد الآن لم يذكروا مرجع لواحد جزائر من كثرة الحساسية ومن حساسيتهم لأن هؤلاء الناس يجب أن يبقوا مستعمرين ويجب أن يبقوا في العالم الثاني ويبقوا متخلقين كل كل كلامك دكتور عمر بن عيشة يدل على أنك توافق الذين يقولون نحن نريد اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية في البلاد لا لا هو فيه طيار الآن يقول لك دير إنجليزية ولكن هذه المقابل هو الإنجليزية الأمريكية كيف لي مقابل يعني كيف لي مقابل أنا لم أفهم فيه واحد حاب يدير فيزا يوم الفرنسية تكاد تكون هي اللغة الأولى في البلاد يوم إحنا محاصرين أنا يقول لك كيف تحب تدير فيزا يقول لك لا تعرف الإنجليزية ولا إلا تحب تدير فيزا الفرنسية يقول لك لا تعرف الفرنسية ولا إلا مضمون أن يعرف الفرنسية من أنا معناه يحاصرك ما تقوم ما تروحش تقعد هنا بينما كيما أنت تتقن ربع لغات ولا ستا ولا ما لا بلش تروح وين تحب أنت تروح وين تحب أنا ما نروحش يعني بأي منطق معادلة يبقى فانت لأي تفكير عن قصصها موليار هذا ما كان قرأ قصة موليار تركها قد ينتقدك البعض ويقول بأنك من المدافعين عن العربية وبأنك من المدافعين عن اللغة لا تنفع سوى للشعر وعندما تقول هذا الكلام بأنه الفرنسية والإنجليزية وما لذلك اقرأ قصص موريال وجماعة موريال والليالي وألف الليالي أنه خطأ وأن هذه اللغة هي لغة التكنولوجيا ولغة العلوم ولغة الله هو الإنسان يبدأ بالخطوة يعني لما تكنت إنسان قوي ورايح وجاك واحد جايح يعني باش تتقابض معاه ولا حاجة الجايح يستعمل الذكاء وانت تستعمل العضالات فهذا الجايح يفكر باش يعطيك ضربة وين الطيح فقط بينما الآخر عنده ذلك الغرور القوة تعه فرنسا أيضا عندها هذه الأبهة تعنا لكن احنا كيف نتخلص من عدونا احنا رك تشوفي خمسين سنة عندنا آلاف الطلابة آلاف الدكاترة آلاف العباقرة في العالم في ظرف خمسين سنة واش دارت هذا الفرنسا في مية وثلين وثلين سنة دكتور واحد لكن الاسف كل عباقرتنا يتكلمون اللغة الفرنسية كلغة أولى من؟ كل عباقرتنا في العالم في العالم ما عندك عباقرة في القصة فقط واشي القصة؟ هو القصة التي توسيء لمجتمعي فقط روح قراءة الأدابية وشوف على ما تجينا تقول لنا أن نعرب بداية من التاريخ والجغرافية ومعلى باليش على ما تبداليش مثلا بالرياضيات على ما تبداليش بالفيزياء كيف سيلياباني يقرأ الطب اليابانية كيف الأندونسي يقرأ بالإندوسية الألماني بالألماني الأردن يقرأ بالأردنية خالنا الأردن البارح إن أنا أقديم على الأردن هذا شعب متحضر أين إحنا لما كانت جامعة بجاية أين كان الأوروبيين وين كانت هذه فرنسا ما تعرفش قاعة مع البلاج قاعة فلنسكة إحنا الجزائر نقولك شعب عبقاري كيف نستطيع أن نتخلص من هذه التبعية كان يمنع على العروبي كي يمشي في الطريق القدروني المشي ممنوع تمشي الفوق ما تدخلش الطريق لماذا؟ أحوظاً تكون عندنا تلك الحرارة التي كان يعاملنا بها المستعمل الفرنسي لا هما مقينين ثم بعد ذلك نتمسكول ثقافتهم شعب هما للآن الغدوة الكولون اللي كانوا هنا وفاقوا بيهم باللي كانوا يساهموا خوفاً من الجيش الجزائري أنا ذاك روح اللي تلقاهم يخدموا في فرنسا ما كانش اللي ثاني أيضاً روح اللي تحب تعرف فرنسا من إيح روح الكارس شوف كيف عايشين روح للكورس روح شوف كيف عايشين ناس كانت مولوكة هنا تلبح بح اليوم راي تحت نعم 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 أصبحوا لا يعنون شيئاً روح روح شوفهم اللي هي وهذو اللي قلتك عليهم ولادهم أو حفاظهم لما في رأيك أنت لم تتأثر اللغة العبرية إلى حد الآن بأي لغة أو بأي نسمات هواء أو بأي إرصادات جاءتها إلى اللغة العبرية لذا بقت قائمة وعلمية كذلك علمياً اللغة العبرية لأنه يكتب بها علمية لما تقرأ تقرأ بها علمين العبرية سيرياني تقرأ بها علمياً العربية تقرأ بها علمياً لا العربية لما تعطيني مثلاً برنامجيات من أجل لا يمكن أن نستخدمه لأنه باسكال أو مطلب أو غيره ولا يمكن أن يستخدم العربي بل يستخدم عندنا بالفرنساوي وتكنولوجيا كنبية أي فكر سواء كانت كحل الرأس ولا بيض الرأس أي فكر قابل لتحويل لغة الحية اللغة الحية تتعامل فيما بينها الدكتور عمر بن عيشة أشكرك على هذين البرنامجين الذين قضيناهما معك وأشكرك على كل ما قلته لنا عن العربية وعن الصراع وعن ما يحدث أعطيك كلمة أخيرة قلها إلى المؤسسات إلى الشعب إلى الجمهور إلى من تشاء اللهي أنا واش نقول أنا على كل حال من ناحية النمو الديموغرافي الجزائري مرتاح لما مثلا تخرج في المساء وتروح المدرسة الابتدائية أو ثانيواء أو الجامعات وتشوف جيوش خارجة يعني الدوخ يعني تشوف العدة اللي رأي توجد للجزائر هذوق جيوش قيل بأنهم عبارة عن كغثاء من السيل يحسبه الضمآن وماء أما الهندسة الحقيقية التي تحضر للبلاد أنت مثلا مسؤولة رفيع تبعث ابنك إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتبعثه إلى فرنسا وبغطاليا بالأموال والملايين من أجل أن يدرس هناك أما هؤلاء كلهم أبناء الشعب لا يعنون شيئا بل هم عبارة عن حصانة لبطالة جديدة في البلاد هو تقريبا يعني الآن في إحصائية نعم وجينا نشوفها ونعجلوا يعرفوها النس لا لا بالدليل يعني ماش نظرية ولا روح شوف الجامعات في بريكسل وفي بريطانيا وحتى في فرنسا نفسها وفي أمريكا وفي الأرجنتين وفي كل اللغات يعني فت في اليابان وين كان اللغات الحية واندونيسيا ذاك تسيب خوتك الجزاريين هم الذين يتربعون على العرش أنا لا أشك في هذا لا أشك في هذا لكن هل من الغباوة هل من الغباوة هذا المتربعين العرش لم يكونوا من أبناء هل من الغباوة أن تحصى جامعاتنا في أن لا إحصى أساسا أن تكون في ديول الجامعات العالمية وحتى العربية شوف هذي قضية هل هذا غباوة نتارك إعلامي وتفعل إعلام هذه المنظمات الدولية نعم اللي ديرك سانكيام اللي ديرك راسيزيام اللي ديرك مئة وعشرين إدفاع الديرك الأول هذا ما كانوا حصلت أنت خلعت لا أظن بأن الجامعات فيها الدفع إدفاع نعطيك آدي لا كان بعض يعني مؤخرا وقعت في عدة منظمات وتابعين الفرنكوفونية إدت سايق سايق لمسؤول وإعطاته بالجائزة عالمية والمسؤول تعه هو لدارها دارها بالعاني قالوا شوف المنظم لأنه في متنفس معه واحد شهادة ودروا له حق ما تذهب إذن للمنظومة التربوية في البلاد وإلى أين تذهب بها وزارة التربية ككل أنا في السابق قلت لك لا مؤسس الدولة لا تمس ها تتولوا وفسدت خليها تفسد تعد دولة اندارت بقرار تنزع بقرار كي سيادة كي سيادة الدولة ولا أحد يتطاول على سيادة الدولة وعلى ثوابت الوطنية ومن تطاول على سيادة الدولة والثوابت الوطنية مدرسة هذه الوزارة التربية هذه هي أجزائرية هذه مجات مسمى ولكن تتخذ قرارات ليست من مضمونة أي قرارات تخذ أي قرارات دارجة في عدة في موازين التربية في الدخول المدرسي نشوفوا هذه اللي ديروا القرارات غير واحد الكثير من دراساتك أما أنتم مشاهدين الكرام هكذا هي التربية في البلاد وهكذا هو البرنامج التربوي أو على الأقل المنظومة التربوية ليس وليدة 2015 وإنما وليدة من الاستعمار إلى 2015 نتمنى من الله ومن الجميع أن يكون هذا الجيل لا من الاستعمار وتعالي بل سيكون من جيل يعتمد على نفسه في منظومة تربوية مستقلة تستطيع أن ترقى به بين هذه الأمم ولم تفتنا هذه الأمم بشيئا إلى كل من هو مسؤول ذرة واحدة على التربية والتعليم في البلاد عفوا ولطفا بها فإنها مكائد الأمم بنا تقبل تحياتنا محمد طارحاج وتقم مرافق إليه إلى اللقاء في عدد جديد من برنامج شخصية